صباحك سعيد من جديد مريم صباحك أسعد فريال مجدد صباحك وسعيد مشاهدين أهلا بك كم الناس لم يتابعوا فينا وليتفعلوا مع الفقرة منذ صباحة اليوم اللي يعاني ومن تآليل التآليل الجلية إليكم بعض الحيل المنزلية الطبيعية بامتياز اللي إن شاء الله ما راح تشكل حتى خطر على صحتكم وصحت أولداتكم تعرفوا على مكونات هذه الوصفات الطبيعية يلا أول مكونات عندنا هو الملح الخاشن هاكا باش تشوفه خير حاوليك نعم ملح الخاشن شو علش؟ ظالا واشنو الهدف تعو أنو يديرنا تقشير خفيف و لطيف لهاديك المنطيقة لهاديك تولالة ينحي الخلايا الميتة لتكون من تم تراك ما تمه نعم فقط ورنا الملح الخاشن في الكاميرا تاع سالين اللي هو يرافقنا اليوم في الستوديو نشي ملح الطعام لين الملح وبيلين جوزنوا به مشاهدين يخي فهمناك وديجا ملح البحر و لا ملح الصخم نعم ولا ملح الهيمالايا ولا ملح الهيمالايا فريالي حافظ الدرس نعم تاني مكون لي هو القطران القطران يعني الرائحة ومزعجة نوعنا مشاهدين أنا ما ليش نشم بفريال راهي تشم أنا يشوفك بشفعلك مريم أبا يسلمك فريال أكيد القطران دائما ما كان تلجأ إليه يعني الأباهات تاعنا وجداتنا والرائحة كان تزعجنا بك نعم رائحة لقطران لا غريم لشن فيها مشاهدين مشاهدين هكي مريدها هو لحقت لك لحقت لي الرائحة لقطران علاء لقطران عنده القدرة أنه يدمر هذوك الخلايا لي تكون متراكم ما على مستوى هذيك تولى لي يفتتهم ييبسهم ويروحوا نعم فعلا حدايا تاني مكون تلت مكون معنا لي هو حليب التين حليب التين لي هضرت عليه فريال متوفر يعني في الأسواق حنا صغار في ناسنا وحتي تجي موسم التين باش نحوها تكون خضرة شوية مازال ما طعبت تكون غنية بهذا الحليب تكون مشبعة به مشبعة به بالفعل دكاره هو متوفر في اللعن اللي بيع الأعشاب حليب التين صيبه الفائدة التاعو اللي غني بالإجزيبات يحتوي على عدة إجزيبات هذو كل إجزيبات وشي ديرو أحيطا كيلو فيغيس يعني هاد الحليب التين للفائدة التاعو رح تكون جارب المناعة نعم شوفوا مكوين آخر ثالث مكوين هو الحنى الحنى مفيدة للتولان ميليم مفيدة جدا مكوين ليدروكسيكينون ومعروف هو في الحنى يساعد لبتخلص من التولان نحن نجب زوج الحنى العادية والحنى البيضة نحن نطغ يعني إلي ما ترطي حتى اللون لا لا ذكروا الفرق بينتها هذه الحنى هي مزيج تعدة مكوينات اخترتنا نعلمكم كاشي اخترتوا مزيج تعدة مكوينات كذا أعطينا هاد العبوط تشبوها الحنى البيضة لا تحبها لأخلها من الأفضل لحنى العادية نعم في رقبتهم من أخلها يمكنها العودة بلحنى البيضة لديكم وظهركم من الأفضل لحنى العادية وعكس القطران الحنى رائحة طيبة نستمتع بها نستمتع بها مكونا لديه رائحة رائعة وهو قشور الليمون نعم قشور الليمون فيتامين سي نستعملها كمعقم المشكلة العدوى نستعمل مكونا في فيتامين سي نقلل من الاصابة بالعدوى ثاني فيه لاصيت سيتخيك هذا لاصيت سيتخيك والوجود العشوائي التحاء على مستوى هذيك نعم يلا ضروري جدا ان الوصفة تكون فيها كل هذي المكونات مريم اكيد من الافضل تكون فيها كامل هذي المكونات كيما قد لكم بالحدنا وحده فيهم نعم حين الناحي هذي العقق كذلك تكون الصورة اوضح وحتى التقنيين في الاستوديو يعني يتمكنوا من التقاط الصورة وتكون واضحة بالنسبة للمشاهدين نشوفوا كيفاش يكونوا المقادر شكلهم نتوفر في الصيدليات ولحتى عند العشار يلا على بركة الله الملح والحنة كيلة هكذا أنا إلا استعملت مثلا هذي الكيلة التاعي وإلا بعمل المغرفة التاعي يلا هالمغرفة نعم ملح كيلة هما وش يواسو هما كيف يحبوا مغرفة تاعهم تكون كبيرة يديروا امتيت بوات حل يروسوا مرهم صغيرة نعم كمية صغيرة نعم نزيد الحنة كيلة حتى أنا حدي المزيج بين ثلاث من بعد الباقي نص كيلة نعم الباقي نص كيلة إذا من الحنة هذي البيضة وش فيها مريم من باب الفضل من باب فيها عدة مكونات نقدرون لحقوا أكثر من عشرين مكونات في ريال يعني احتم فيها الروز فيها من مكونات اللي نطبخوا بيهم وقاعدهم فائدة البشرة نستعملوها بزاف اللابو هدية وتعطينا جمال ورادنا إن شاء الله مشاهدين نعم ما زال نزيد نجيبو لكم نروحو لكم كوتي توسكي بوتي فيزاج مرسينة شما تخافوش نعم ونجيبو لكم قاعدة الوصافات كيفاش تخدمهم والفايدة التحول يلا كيلة الملح وكيلة الحنة العادية ونس كيلة الحنة البيضاء لا حبي تزيدوها ولا حبي تديرها غرهية تقدروا ديرها غرهية نعم ولا تديروا الحنة العادية غرهية تاني نعم القشور الليمون قشور نس كيلة مرحي وكنا رفقناكم خلال الفقرات يعني السابقة ونعلمنا لكم وشرحنا لكم كيفاش يعني تحافظوا على قشور الليمان ونجفوهم طبيعيا في البيت ويعني أحيانا حتى نرحيوهم بالرحايا نرحوهم نرحوهم كيفاش نرحو الثالث مكوين حليبتين نصف كيلة نردوها شغل عجيلة نعم نجحو نصف كيلة نصف كيلة نقوم بعمل نعم نقوم بعمل نضيف القرورة نضيف المقادير نضيف المقادير نضيف المقادير نضيف والذيج نعم دعنا نعاولك وانت ذكريهم بالمكونات و بالمقادر المكونات قلنا عندنا الملح الخاشن عندنا الحنة العادية تعناول الحنة البيضة عندنا قشون ليمون مرحي عندنا حليب التين و عندنا القطران لكميات الملح والحنة كيلة و الباقي كامل نصف كيلة يعني قشون ليمون القطران و حليب التين نصف كيلة ليقصنا بها كل واحد الكيلة من الأفضل تكون صغيرة نعم نشوفوا القاوام نتحصلوا على هذا القاوام ولا يكون شادروه أكثر لا لا هذا هو القاوام اللي نتحصل عليه نابل إكيوه كلي امتو مات في الليل على كامل تعنا التونة اللي راهو خارج وهذا مكان والناس اللي يكونوا في الدار يقدروا هدفوا بخشو لكن الناس اللي خدموا يخرجوا يدروا هدفوا الهدف يدروا هدفوا الهدف يدروا هدفوا الهدف و يقول لك نرقدوا بها تقدروا ما ترقدوا تمسحها بها لانه فيها الحنة نعم 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 هنا تقدر يتحماري لا تقدر ما تحماري نعم نشوفوا إلى صدقة ثبا ما عنديش حساسية إلا عندي حساسية نوقفهم ولا عندي حساسية على القطران نحي القطران نعم فقط سؤالي والأكيد أنه الكل يتساءل هل من الممكن أننا عندما نقتاني وهذه المكونات القطران وأيضا الحليب التين نستخدموهم يعني موضعيا غير هما أحيانا على هادك تولا نقدروا استخدوها موضعيا أنا علش نحب خلطة ليكون فيها قاوش لازم يعني بها غزيتات شئة ما اللي عنده واحد فيهم أكيد يقدر نستعبل نعم جميل ياتك صحة على هذا الوصفة الطبيعية بانتياس دائما أذكر المشاهدين مريم دكتورة صيدلانية مختصة هادوش يمكنها من تقديم كل هذه الوصفات الطبيعية المدروسة بالدرجة الأولى المجربة هي على بلها دواعي الاستعمال هي اللي تعرف كل هاد البدائل راي مكونة راي خريجة الجامعة إذا تقيدوا منشاهدين بنا صائح المختصين في هاد المجال والمقادير يعني راي كلها مدروسة متوسوش حاجات من راسكم يلا ياتك صحة مريم شكرا لك شكرا لك شكرا لك